صفة السعي بين الصفة والمروة صفة المروة قلو ترتيب داره يبدأ أول ما يبدأ بالصفة إنه برنشي صفة باشل مرغا تيش نعم يأتي يصعد على الصفة كيلا دا شو صفة طونا منه يعني لا يلزم في الطابق الثاني والطابق الثالث السطح في دوار شي دائري هذا لا يلزم أن يدور حول هذا نهاية الذي في الوسط الذي حد للعربات هذا هو بداية الصفة من الصفة إلى المروة شوط صفة دان مروة بارب جيتو ومن المروة إلى الصفة شوط يعني يبدأ في الصفة وينتهي الشوط السابع عند المروة نعم السنة أن يقف عند الصفة وعند المروة يستقبل القبلة ويقول ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذه المرة الأولى بعدها يدعو ثم ثاني مرة يقول لا إلا الله لا إلا الله ثم الثالثة نعم بين الصفة والمروة يدعو بما أحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يستغفر نعم عند العالمين الخضر في منتصف تقريبا يسأل له أن يسعى سعيا شديدا نعم إذا انتهى على المروة الآن بقي عليه أن يحلق وهو الأفضل للرجال أو يقصر من جميع الرأس نعم إذا كانت المرة الأفضل للحمن يستغفر 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 نعم وقلنا المرأة تأخذ مقدار النملة يعني هكذا نعم من شعر تجمع شعر في الخلف نعم الثالثة 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 وفي هذا تمت العمر ولله الحمد الثالثة الثالثة